لا يشكك أحد في أن ألمانيا من أكثر الدول دعماً للاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على قطاع غزة ألمانيا التي ضاعفت صادرات الأسلحة لتل أبيب وساندتها أمام المجتمع الدولي ألمانيا التي منعت وقامعت كل المظاهرات التي خرجت نصرة لقطاع غزة وحاربت كل الأصوات التي تؤيد فلسطين ألمانيا التي تعرض فيها كثير للفصل من أعمالهم بسبب موقفهم أو رفضهم لقتل الأطفال في غزة لكن حتى هذا الحليف ضاق ذرعاً ولم يعد يطيق ما يصدر عن الاحتلال وسائل أعلام إسرائيلية كشفت عن محادثة وصفتها بالصعبة على فيها الصراخ بين رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو وأنا لانا باربوك وزيرة خارجية ألمانيا الإعلام العبري ومن مصادر عدة قال أن لهجة وزيرة الخارجية الألمانية اشتدت بعد أن عرض بن يمين نتنياهو صوراً قال أنها تظهر أن الحياة في غزة طبيعية جداً وأن التقارير التي تتحدث عن المجاعة في القطاع كاذبة حينها قالت الوزيرة رداً على ذلك أوصي بعدم الاستمرار في عرض هذه الصور لأنها لا تصف الوضع الحقيقي في غزة هناك جوع في غزة هنا رفع نتنياهو صوته بحسب القناة الثالثة عشر وقال هذا حقيقي إنه واقع نحن لسنا مثل النازيين الذين خلقوا صوراً مزيفة للواقع الافتراضي بحسب قوله الوزيرة الألمانية أجابته على صراخه هل تريدون القول أن أطباء في غزة لا يقولون الحقيقة؟ هل تريدون القول أن الإعلامة أو وسائل الإعلام الدولية تكذب؟ وفي ختام المحادثة طلبت الوزيرة بفتح المجال لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطع غزة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا الخبر؟ نوال تقول نتنياهو الطفل المدلل الكل خايف يقول له كفاية اللي بيعمله رح يدمر السلام في كل العالم إياد يعلق لم ترى إلا الجوع وماذا عن الإبادة الأمران موجودان الإبادة والجوع بالإضافة إلى التهجير والهدم كله موجود يا سيادة الوزيرة نايا سوف يتهمها بمعادات السامية كالعادة كل من يعارضهم معادا للسامية هذا وتقف ألمانيا أمام محكمة العدد الدولية مشاهدين في الدعوة التي رفعت ضدها من نيكاراجوا بتسهيل ارتكاب إبادة الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ ستة أشهر حيث قالت نيكاراجوا في طلب الدعوة أن ألمانيا تسهل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى إسرائيل وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر